جريئة ولسانها عمل لها مشاكل بتقول الفاظ في حفلتها وفكرة الامور هتعدي عادي لكن بتقع في حكايات ملهاش اخر كلامي هنا عن ازمات عملتها صارة زكريا مطربت تجي نتجوز بالسر يا ترى ايه هي الازمات اللي وقعت فيها صارة زكريا قبل الفاظ حفل الساحل الشغير لديما جريئة ولسانها عمل لها مشاكل وازاي تحولت للتحقيق والامور هتوصل لحدثين خليكم معايا في الفيديو ده ونقلكم تفاصيل الحكاية صارة زكريا شهرتها في بلدها لبنان وكمان سوريا كانت معروفة انها مطربة شعبية بتغني في الاماكن المغلقة والحفلات بتاعتها مش حالها وده لحد ما طرحت اغنية تجي نتجوز بالسر شعبيتها بقت اكبر في الوطن العربي ووسط شهرتها مصر وبقت حفلاتها ممتدة فيها بس صارة ناقصها حتى كده مش عارفة توزنها وان اللي ينفع في بلدها لبنان ما ينفعش في بلد تانية وعلشان كده لسانها عمل لها مشاكل الفيديو ده عملها علشان تعرفوا مسلسل ازمات صارة في اكتر من حفلة ليها صارة الزكريا ما كانتش معروفة في بلبنان كويس بس قدرت تعمل نفسها مكانة في قلوب الجمهور لها فت الأضواء بالاغاني بتاعتها ووسطها الجبلي خليها مميزة بس هي قررت يكون في لفت نظر تاني من لبسها واللي بسببه أعملت حالة من الجدل أصل اللي بتلبسه كان بيبرز أنوستها وأحيانا في جمهور بيهاجمها ويقولوا يعني إيه لبسها يبقى ديق ومفتوح كده وطبعا علشان جريئة شافت إن أي انتقاد مش هيجيب نتيجة معاها وقالت إنها حرة تلبس اللي هي عوزاة وشايفة مناسب لها مش من حق أحد يتدخل خالص تجهلت أي كلام وشافت إن أي انتقادات مش هتودي ولا هتجيب معاها بس الغريبة بقى إن الجرأة وصلت لللسان تخيلوا فنانة تطلع تغني على المصرح وتمتع الجمهور تبقى جرأتها في لسانها اللي عملته صارة لزكريا في مصر واللفظ الخارج اللي قالته ما كانش أول مرة يحصل منها بس ما كانش في مصر ده كان في سوريا تخيلوا بقى راحت من كم شهر تعمل حفلة في سوريا وهي أصلا دي منطقتها لإنها أصلا تعرفت في لبنان وسوريا في البداية راحت تعمل حفلة في الثانية هوب قالت ألفاز خارجة ونقب الفنانين السوريين اتداخل واتوقفت عن الغناء وبعدها استدعوها للتحقيق وده علشان يشوفوا المشكلة وفاعل ما غنيتش هناك غلما مضت على تعهد علشان تبقى في الأمان الأزمة الثانية وقعت فيها صار الزكريا في مصر وده بعدما عملت حفلة في الساحل قالت لفظ خارج اتسبب في أزمة لها والجمهور تدول الفيديو على مواقع التواصل لحد منقابة الموسيقيين اتدخلت وكتب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فوسط على حسابه في فيسبوك قال أن تم إيقاف التصريح الخاصة بشغل صار الزكريا في مصر واستدعاها هي ومدير أعمالها ياسر الحريري وده للتحقيق في مقر النقابة ده اتسبب في تفاعل الجمهور وكتبوا تعليقات إشادة بالتحرك النقابة صار الزكريا فنانة لبنانية من أم سوريا وقب لبناني من موليد سنة 1994 اتولدت في العاصمة بيروت عندها 29 سنة مسلمة بس بتمتمي لطائفة الشيعة اتشهرت بصوتها النهن لها أربع أغاني مشهورة بيهم أهمهم إيه لحبيب المستقبلي لها أغاني شعبية لبنانية والجمهور عرفها بمقطع تيجي نتجاوز بالسر أعملوا عليه مقاطع فيديو على تيكتوك ومن هنا زادت جماهريتها في شائعات انتشرت على علاقة جماعة صار الزكريا والفنان مهند الزعيطة لحد ما تعرفت قصة حبهم للجمهور واتوجت علاقة الحب دي بالجواز وبيعملوا أغاني سوى زادت شهرتهم وبقوا سبب في نجاح بعض ليهم أغاني نكحة والجمهور عجبوا السنائية بينهم زي ديو قلبي بالدسيانة ولما بتكون غاية وغيرها اكتبوا لي بقى في التعليقات يا ترسار الزكريا هتتعلم من الأخطاء اللي بتقع فيها والسنة في يوم هيبقى حصنها ولا تفضل كده بقول لكم إيه بتنسوش رأيكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر